السلام عليكم البنات نتمنىكم بخير وعلى خير اللهم صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد اليوم غنحضروا الفيلي ديال جالج رولي را طبق تجيل ديد ومقرمش كانحتاجوا ثلاثة الفصوص ديال التوم كانوضعوهم الفيلي ديالنا من بعد ما غصلنا طبعا وسقطرناه وبالنسبة العطرية اللي غادي نحتاجوا ليه فلفل الأسواد الكركم والملح والزنجبيل كيف نقولو حنايا كانوضعو هاد التوابل ديالنا على الفيلي وكانو نضيفو ليهم تصبرو مع النوس كما هتشوفو احنا وضعنا فلفل أسود الكركم والملح الملح كتبقى على حسب الدوق ديال كل سيدة لكن احنا حنت غادي نديرو ليه الفرماج غا نديرو بحساب الفرماج غا شوية مالح وسكن جبير وضفنا اربع ديالنا غا نخلطو وغا ندوزه باش نخلطو الخلطة اللي غادي نوضعو فيها الفيلي ديالنا كما كتشوفو عندنا كاس ديال الحليب وكاس ديال دقيق وجوج بيضات وغادي نوضعو معاهم شوية ديال الفيل في الأسود وشوية ديال الملح هادو باش غادي نصيبو الخلطة اللي غادي نوضعو فيها الفيلي ديالنا قبل ما نديرو ليه لشابلير لشابلير عندنا هنا شابلير منكة فيها توم والقصبر مع دنوس على بركة الله غا نبدأو الخلطة ديالنا نوضعو البيض اول حاجة ونضيفو ليه الحليب كما غادي نشوفو وغادي نخلطوهم مع بعدياتهم كتجاد الخلطة زوينة وكتعطيها وحت قرميشة زوينة ولديدة خلطوهم بالنسبة لدقيق غادي نضيفوه شوية بشوية حتى نحصلو على القوام اللي بغينا ديال الخلطة ورقم كما كتعرفوه كين بحين اللي كيشربو كين بحين اللي متيشربش المهم انا عندي دابا كاس ديال بحين غا نشوفي لك فاني لما كفانيش غا نضيف شوية على هات الشكل كنبقو نخلطو شوية بشوية بش ما نحتاجوش نضيفوه الملكة دقيق كيشرب او لا الحليب على هات طريقة ونشوفو القوام وشو هذا كل اللي خلطوه مزيان تكن حيدو تكتو لديل دقيق كاملة انا دابا ضفت الدقيق اللي عندي كامل تنخلط مزيان وغادي نشوف وش كفاني ولا لا شي بل ليها غادي نزيد شوية ديال الطحين كتبا ليها لبراي خفيفة غادي نضيفو دابا شوية ديال الملح شوية ديال فلفل اسود وكيف مما قلت ليكم بنت ليها الخلطة خفيفة غادي نضيف ليها شوية ديال الطحين باش تعطينا ديك تقرميشة اللي بغينا منيك تكون هاد الخلطة خفيفة ما كتشد تشوف مزيان في الفيلي ديال الجاج احنا بغينا باش تتبت وتعطينا ديك الطباقة السميكة انا دابا تقريبا درس كاس ونص ديال الطحين وكاس ديال الحليب وجوج بيضات كيف مسبق وقلت ليكم الطحين ما تشربش ودك تقوليش حتى جيت ضفت نصف كاس تاني ديال الطحين حصلنا دبع القوام اللي بغينا انا غدا نوريه ليكم الشكل دياله بحالة كان بغيوه شفتو من بعد ما خلطناها مزيان وده بغا نوريكم الحشوة الفلفلة كان شويوها هي اللي غنحضرو بها الفيلي ديالنا والموزاريلا من بعد ما شويناها نقيناها حيذنا لها القشرة ديالها وده بغا نبدا نروليه في الفيلي ديالنا على هات الشكل كيف ممكن تشوفو وغادي نتبتو بعود الاسنان كيف ممكن تشوفو من الافضل نديرو جوج عيدا ديال الاسنان انا غدا نكمل وغدا نضيف العود ثاني باش من الافضل نكونوا مطمئنين انو ما تحلش لينا في المقلع الرولو ديالنا ما يتحلش لينا في المقلع نكملوا على هات الطريقة حتى نكملوا الكمية اللي عندنا الروليهم زيان وغادي نوريكم بشكل نهائي الرولي 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 من بعد ما عمرنا الرولي راتي جزوين ويحبوه الدرالي صغار بزاف هذا و الشكل نهائي ديال الفيمة ديالنا من بعد ما الفيناه. وده بغان دين نغطسه في هادي كلابارة اللي صاوبنا. هاو الخلطة ديال الطحين. والبيض والحليب. على هاتي الشكل. نزو نسقطروها. ونوضعوها في لشابلير ديان. نغطيوها بلشابلير مزيان. ونحطوه علاجين. حتى نكملو الكمية اللي عندنا. على بل ما تسخلين الزيت. ونبدو نقليو. على هاد الشكل. لهاد طريقة. كتجينا طبقة سميكة. مقرمشة. كيف ماشتو نضفت العود الثاني ديال الاسنان. باش. تتبت. مزيان. كنبقى على هاد طريقة. حتى كنكمل الكيمية اللي عندي. وانا اليوم جبت لكم طريقة تانية. كيف ما كتعرفوا مني كي نكملو با الشابلير دياننا. كتبقى لنا واحد الكيمية. تتكون مبلة بهاد الخلطة الثانية. باش ما نضيعوهاش. انا جبت لكم فكرة. غادي نقولها لكم من بعد. نكملو نقول لكم الفكرة. ونوريكم الطريقة بإذن الله. طريقة يا ان انا كنضيف لها الخضراء. وكن نقليوه هتا هي. ده بس خناتنا الزيت. في المقلاة مزيان. وغنوضعو الفيلي دياننا. ونخليوه تاكي يتحمر. ونهزوها بصحة وراحة. ها انتم ما شوفوا الشكل ديالها مني كتتحمر في المقلاة كيف داير. غير الشكل ما شاء الله تيش هي. والرائحة ما نعود لي خمشة عليها. هذا هو الشكل النهائي ديال في لي دياننا من بعد ما طيبناه. انتم ما تشوفو من الداخل كي يجي الشكل دياله. فلفل حمراء. الموزاريلا. يجي الشكل رائع. وهدو اللي في الجنب ديالهم هما اللي قلت لكم من بعد ما كملنا بلا سابلير ديالنا والخلطة ديال العزين. ضفنا عليها الخضر. وغنطيبوه على هذا الشكل على هذا الشكل كاتشي. وبصحة والراحة. نتمنىكم ندعمونا بلي لايك شكرا. اشتركوا في القناة